رغم ترحيل قانون استقلالية القضاء مثمرة كانت جلسة الأونسكو نيابية مع إقرار أحد نجوم الجلسة قانون المنافسة ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الحر هذا القانون ما بيلغي الوكالات الحصرية بيلغي حماية الدولة للوكالات الحصرية وهذا شيء كتير معقول وهذا القانون عصري وهو قريب كتير لكل قوانين الدولية بحق توازن بين حق المستهلك وبين حق التاجر هذا سيعطينا دفع إيجابة كتير كبيرة أيضا بمفاوضاتنا مع صندوق النقد إنجاز كبير اليوم اللي توصلنا له بقوا هؤلاء الثغرتين المادة خمسة والمادة تسعة من أصل سبعين مادة ما في مشكلة سنكمل المواجهة من المنافسة الاقتصادية إلى السياسية القضائية فطلب وزير العدل إرجاء البحث بقانون استقلالية القضاء لم يمر دون لطشة سياسية من رئيس البرلمان لخوري لكن الأخير رد رياضيا رغم إعادة القانون للجنة الإدارة والعدل لو أنك هيك أبا ضاي أمام مجلس القضاء الأعلى قالها رئيس مجلس أنواب لوزير العدل غامزا من قناة وقضية القاضي طارق البطار فأتاه الرد سريعا من الوزير المعني عبر الو تي في شو عم نعمل الرياضة تعليق إيه شو عرفوا وشو عم بيصير شو هي قصة أنه واحد عم بيعمل الرياضة وبيعمل سبور كل شي عم ناخد موقف منه بس ما فينا نعلون كل الأمور مش راضين على أدائك بملف القاضي مين مش راضي على أدائك مجلس النواب أثونيش ما أنا بالزمين أو إذا بتتذكري طلعت تصريح أنه نصف الحلول ليس بحل أنه في أمور بإيد مجلس قائبي بإيد الوزير وفي أمور أخرى ليست بيده بها النقطة بالزيد اليوم روحل إلى لجلة الإدارة والعدل استقلالية القضاء مشروع مثل هذا أو اقتراح مثل قانون استقلالية السلطة القضائية ما فينا نمشي فيه بشكل سريع جدا وفعلا أنه مجلس القضاء الأعلى ما طلع على النسخة الأخيرة لها الاقتراح ولا أنا طلعت عليها أنا استلامتهم ثلاثة نقطتان أساسيتان أقرتان من خارج جدول الأعمال بعد طلب رئيس لجنة المال والموازنة إدراجهما الأول تمديد مهلة رفع سرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي والثاني إقرار الصرف على القاعدة الاثنين عشرية وقفا للفوضى لحين إقرار موازنة 2022 تمديد مهلة رفع سرية المصرفية علما أن قوات اللبنانية تقول أنه هن اللي طلبوا بهذه النقطة بالنظام أنا طلبت أكيد ووفقت الكتل كلها بما فيها كتلة القوات اللبنانية طلبت برفع المهلة اللي كانت وضعتها بوقت القانوني اللي تقدمت في القوات اللبنانية كان مهلة السنة نحنا كنا مع مهلة مفتوحة اليوم وفقت لجنة المال والموازنة والإدارة والعادل على فتح المهلة وأنا طلبت بوضعه على جدوى الأعمال ووفق الرئيس بري ووفق الهيئة العامة وأقر معت فيه صغرة مفتوحة المهلة لحين إنهاء العمل بتديق الجنائي بحسابة مصرف المهلة يما طرحتوا أي شي خاصوا بالميجا سنتر أو إعادة طرح الدائرة لأنه أصلا ما فيه قانون هلأ مطروح أعتقد أنه فيه شي مطروح على مستوى مجلس وزراء مثل ما عرفت لأنه ما بده الميجا سنتر قانون ولكن إذا ما صار فيه قرار وزارة بهالمسألة هاي رح يكون فيه قانون مثل ما نحن عم نحضر ديرا 16 ممكن تتقدم وترجع باقتراح قانون خلينا نشوف هلأ الأمور وتطورات كيف تتروح على قانون الانتخابات ومن التدقيق الجنائي إلى التربية إذ حضر ملف إدخال بعض الأساتذة المتفرغين إلى ملاك الجامعة اللبنانية على سبيل التسوية نظرا لعرقلة عمل مجلس الوزراء ما استدعى من النائب اليس بوصعب المبادرة وأخذ الكلام طالبا ربط هذه الصلاحية بمجلس الجامعة لا الحكومة أو البرلمان طلبوا بوصعب رد عليه بر بالقول فكرة منيحة قبل أن تستفسر النائب بهي الحريري فتتوضح لها الصورة باعتبار أن الملاك غير التفرغ إلا أن رئيس بري ومنع للدخول بأي سجال مرر القانون كما هو علما أن الجميع بمن فيهم وزير التربية أقروا بأن اقتراح بوصعب هو الحل الأمثل فما كان من النائب اليس بوصعب إلا الاستعداد للتحرك تشريعيا رح اضطر قدم مشروع قانون معجل المكرر بهذا الموضوع ساعتها مجلس الجامعة بيكون صاحب القرار بتثبيت الاستاذ بملاك الجامعة اللبنانية ومش مجلس الوزراء لا؟ لأنه ما في بلد بالعالم ما في بلد بالعالم بداك تروعه مجلس الوزراء أو على المجلس النيابي لحتى استاذ نكون دخلناه بالتفرغ على الجامعة اللبنانية يعني صار بدوام كامل فول تايم مثل ما بيقولوا ولكن شرط الأكاديمي الباقي عنده هالسنتين بنا نرجع مجلس الوزراء وعلى المجلس النيابي لحتى نعطيه هيدا الحق هيدا معيب اليوم بالعصر اللي نحن فيه أنه نشوف الجامعة اللبنانية مكبلين لإيديا بهالشكل وفيما لم يلقى اقتراح نقبل العبدالله بما يتعلق بالأمن الصحي لموظفي القطاع العام صدن تشريعيا سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات للأسف لا بيتحسس الأكترية على هذا الموضوع قداش فيه معاناة للموظفين والأستاذة وعراسل قول الأبدال الاقتراح كان مقدم لإمكانية استعمال إخراج الآد بالخارج أنا واحد من الناس كان اقتراحي أن نحوله كمان إلى الداخل لأنه كلنا منعرف اليوم أنه إمكانية يعمل المواطن بطاقة هوية شبه مستحيلة وإمكانية اليوم يعمل المواطن باسفور مستحيلة كليا وبانتظار الجلسات المقبلة فلا جلسة ثلاثة بعدما رفع بري جلسة الاثنين قبل فقدان النصاب ترجمة نانسي قنقر